بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي أهلا بكم في الجزء الخامس والأخير من درس تركيب DNA ووظيفته بعنوان أهمية التضاعف شبه المحافظ أهداف الدرس يتوقع من الطالب مع نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على تحقيق كل من الأهداف التالية أولا يوضح أهمية تضاعف DNA ثانيا يفسر سبب دقة عملية تضاعف DNA ثالثا يوضح المقصود بالعملية شبه المحافظة في تضاعف DNA المصطلحات العلمية الرئيسية في هذا الدرس شبه محافظ سمي كونسيرفاتيف دعونا نبدأ الدرس بمراجعة ما تعلمناه في الدروس السابقة عن تركيب الـ DNA حيث ذكرنا أن جزء الـ DNA الموضح في الشكل المقابل يتكون من منميرات تسمى نيوكليوتيدات وذكرنا أيضا أن كل نيوكليوتيد يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية الجزء الأول هو سكر خماسي الكربون سكر الريبوز منقوص الأكسجين أما الجزء الثاني فهو مجموعة فوسفات حمض الفوسفوريك أما الجزء الثالث فهي إحدى القواعد النايتروجينية التالية فإما أن تكون القاعدة النايتروجينية ثايمين أو القاعدة النايتروجينية أدنين أو القاعدة النايتروجينية سايتوسين أو القاعدة النايتروجينية إغوانين وتعلمنا أيضا أنه يوجد بين سلسلتي الـ DNA أزواج من القواعد النيتروجينية ترتبط بروابط هيدروجينية بحيث يقترن دائما الثايمين بالأدنين برابطتين هيدروجينيتين وترتبط القاعدة النيتروجينية سايتوسين بالقاعدة النيتروجينية إيجوانين دائما بثلاث روابط هيدروجينية ما أهمية تضاعف DNA؟ أو فلنطرح السؤال بطريقة مختلفة لماذا تعد عملية تضاعف DNA ضرورية في الكائنات الحية؟ وذلك للأسباب التالية أولا للنمو وبناء الخلايا وتجديدها وهذه العمليات تحدث أبرى عملية الانقسام المتساوي الموضحة في الشكل المقابل ثانيا نقل الهوية الوراثية من الآباء إلى الأبناء ثالثا يتحكم بالتفاعلات بين الخلايا ويوجهها رابعا يبني الأنسجة والأعضاء ويتحكم بوظائفها خامسا وأخيرا يؤدي دورا مهما في تحديد السلوك سبب دقة وسرعة تضاعف الـ DNA السبب الأول أن هناك أكثر من 12 إنزيم متخصص فإنزيمات الـ DNA بوليميريز دقيقة جدا ومعدل خطئها أقل من 1 لكل 10 قوة 7 أو 10 بور 7 نيوكليوتيد مضاف السبب الثاني لدى DNA بوليميريز القدرة على التدقيق وإزالة الـ نيوكليوتيدات من نهاية السلسلة النامية لتصحيح القواعد غير المتطابقة السبب الثالث تراقب آليات الإصلاح ما بعد التضاعف عدم التطابق في سلسلة DNA المركبة حديثا مع تسلسل السلسلة الأصلية فتضمن الخطوات هذه دقة التضاعف إلى أقل من خطأ واحد لكل 10 قوة 9 أو 10 بور 9 نيوكليوتيد بفترض العلماء ثلاثة نماذج محتملة تفسر آلية تضاعف الـ DNA النموذج الأول هو النموذج المحافظ حيث بحسب هذا النموذج سيبقى جزء DNA الأصلي كما هو من غير فصل السلسلتين ويتم بناء DNA جديد مكون من شريط لولب مزدوج مشابه تماما للجزء الأصلي أما النموذج الثاني فهو النموذج شبه المحافظ حيث سينتج نسختين من الـ DNA بعد التضاعف تحتوي كل واحدة على إحدى السلسلتين الأصليتين وواحدة جديدة أما النموذج الثالث فهو النموذج التبددي أو النموذج المشتت وبحسب هذا النموذج سينتج نسختين من الـ DNA كلاهما تحتوي مناطق محددة مختلطة من السلسلتين القالب والسلسلتين الجديدتين ولكن الأدلة التجربية منحت أدلة قوية على أن النموذج شبه المحافظ هو النموذج المعتمد وهو النموذج الذي يفسر بشكل دقيق آلية تضاعف الـ DNA دعونا الآن نقوم بتوضيح آلية تضاعف الـ DNA بحسب النموذج شبه المحافظ حيث تحدث آلية التضاعف بحسب هذا النموذج على ثلاثة خطوات أولا يتم تفكيك الروابط الهيدروجينية الضعيفة الموجودة بين كل زوج من أزواج القواعد الناتروجينية المتقابلة بفعل إنزيم DNA هليكيز فتتفكك سلسلتها الـ DNA الأصلي إلى سلسلتين منفردتين الخطوة الثانية تعمل كل سلسلة من يزيء الـ DNA كقالب أو طبعة يمكن أن يبنى عليها سلسلة جديدة حيث ترتبط النيوكليوتيدات التي تحتوي على القاعدة الناتروجينية أدنين بتلك التي تحتوي على الثايمين وترتبط النيوكليوتيدات التي تحتوي على الإقوانين بتلك التي تحتوي على السايتوسين طبقا لقانون أو لقاعدة اقتران القواعد الناتروجينية ويقوم إنزيم بلمرد DNA بوليميريز بربط النيوكليتيدات الجديدة معا لتشكيل عمود جديد من الفوسفات والسكر أما في الخطوة الثالثة فيتحرر إنزيم بلمرد DNA ويتكون لدينا جزء A DNA في كل جزء DNA لدينا سلسلة أصلية وسلسلة جديدة إذن السلسلتان من الـ DNA مشابهتان لجزء DNA الأصلي تماما إذن بحسب النموذج شبه المحافظ فإن جزء الـ DNA الناتج عن التضاعف يتضمن سلسلة قديمة من الجزء الأصلي وسلسلة جديدة مكملة له الأمر الجوهري في دقة تضاعف الـ DNA هو أن العملية شبه محافظة فنصف سلسلة الـ DNA الأصلية موجود في كل نسخة من الاثنتين العملية شبه المحافظة وجزء الـ DNA المزدوج السلسلة دقيقان إلى درجة أن كل الكائنات الحية التي تعيش حاليا على الأرض ترتكز على الـ DNA وهكذا نكون قد وصلنا إلى ملخص درسنا لهذا اليوم فعملية تضاعف DNA مهمة للنمو وبناء وتجديد الخلايا والأنسجة والأعضاء ونقل الهوية الوراثية من الآباء للأبناء انزيمات DNA بوليمريز دقيقة جداً ونديها القدرة على التدقيق وإزالة النيوكليوتيدات من نهاية السلسلة النامية لتصحيح القواعد غير المتطابقة تراقب آليات الإصلاح ما بعد التضاعف عدم التطابق في سلسلة DNA المركبة حديثاً مع تسلسل السلسلة الأصلية عملية تضاعف DNA عملية شبه محافظة يكون في كل نسخة DNA ناتجة عن الانقسام سلسلة DNA أصلية وسلسلة متنممة لها أي سلسلة جديدة التقويم الختامي السؤال الأول أي النماذج التالية يمثل النموذج شبه المحافظ في تضاعف DNA شكل تلقائي عزيز الطالب لعل لك توصلت أن النموذج الأوسط هو النموذج الذي يمثل النموذج شبه المحافظ وذلك لأن في كل DNA ناتج لدينا سلسلة أصلية وسلسلة جديدة السؤال الثاني بيّن أهمية تضاعف DNA في الكائنات الحية الإجابة 1. للنمو وبناء الخلايا وتجديدها 2. نقل الهوية الوراثية من الآباء إلى الأبناء 3. يتحكم بالتفاعلات بين الخلايا ويوجهها 4. يبني الأنسجة والأعضاء ويتحكم بوظائفها 5. يؤدي دورا مهما في تحديد السلوك السؤال الثالث من التقويم الختامي فسر هذه العبارة عملية تضاعف DNA عملية دقيقة الإجابة إنزيمات DNA بوليمريز دقيقة جدا ولديها القدرة على التدقيق وإزالة النيوكليوتيدات من نهاية السلسلة النامية لتصحيح القواعد غير المتطابقة وكذلك هناك آليات للإصلاح ما بعد التضاعف تراقب عدم التطابق في سلسلة DNA المركبة حديثا مع تسلسل السلسلة الأصلية السؤال الخامس والأخير من التقويم الختامي لهذا الدرس يقول السؤال مستعينا بالشكل المقابل الذي يوضح عملية تضاعف جزيء DNA أجب عن الأسئلة التالية أولا بيّن اسم ووظيفة الإنزيم الذي يعمل أثناء الخطوة الموضحة بالحرف X أحسنتم أعزائي الطلاب الإنزيم هو إنزيم DNA هلكيز الذي يفك ويفصل سلسلتين DNA ويفصل أزواج القواعد النايتروجينية المتقابلة عند الروابط الهايدروجينية ثانيا ما الدليل على أن عملية التضاعف الموضحة هي عملية شبه محافظة لعلكم توصلتم أعزائي الطلاب أن الدليل على ذلك أن كل جزيء DNA ناتج يحتوي على سلسلة أصلية نصف الجزيء الأصلي وسلسلة جديدة أي سلسلة متممة وهكذا نكون أعزائي الطلاب قد انتهينا من درس تركيب DNA ووظيفته فدعونا نقوم بمراجعة عامة لهذا الدرس كما في صفحة 47 في كتابك المدرسي حيث يحمل الحمض DNA معلومات الكائن الحي الوراثية ويخزن في الخلايا الحقيقية النواء داخل النواء حيث يشفر المعلومات الوراثية في تسلسل القواعد النايتروجينية النايتروجينية يعد DNA أكبر جزيء حيوي معروف وقد يتكون من ثلاثة مليارات زوج من القواعد يتكون DNA من الأولى بالمزدوج يضم في مركزه أزواجا من القواعد القاعدة النايتروجينية أدنين ترتبط بالقاعدة النايتروجينية ثايمين والقاعدة إيقوانين ترتبط بالقاعدة سايتوسين فيما تشكل مجموعات السكر والفوسفات الجانبين يشكل اللولب المزدوج مفتاح فهمنا لكيفية تضاعف DNA من أجل تمرير المعلومات الوراثية إلى الأبناء والآن نستعرض معكم الخطوات الأربع لتضاعف DNA في الشكل المقابل ونبدأ بالخطوة الأولى حيث يفك DNA Helicase الDNA ويفصله على امتداد الروابط الهيدروجينية بين القواعد النايتروجينية أما في الخطوة الثانية فيعاد تجميع النيوكليوتيدات المتممة بواسطة إنزيم DNA Polymerase على كل سلسلة مفردة مكشوفة وتكون كل سلسلة مفردة قالبا للسلسلة الجديدة التي يجري بناؤها وتسمى هذه العملية بالعملية شبه المحافظة لأن نصف DNA الأصلي يحفظ في النسخة الخطوة الثالثة تعيد الروابط الهيدروجينية تشكيل أزواج القواعد وتحدث تفاعلات التكثيف بين الريبوز منقوص الأكسجين التابع لأحد النيوكليوتيدات وفوسفات مجاور تابع للنيوكليوتيد التالي لتشكيل روابط تساهمية أما في الخطوة الرابعة والأخيرة فتعيد الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الشكل اللولبي فتكون النتيجة جزي أي DNA متماثلين يحتوي كل جزي على سلسلة من الجزي الأصلي وسلسلة تم بناؤها كونها متممة للسلسلة الأصلية ومع نهاية هذا الدرس أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة سائل من الله لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة